بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم مرة جديدة إخوة الكرام في هذا اللقاء من دورة إعداد معلمين لمبادئ القراءة العربية الأساسية والمعروفة بدورة الرشيد في لقائنا السابق بحمد الله تناولنا بشكل مختصر لمحة عن المدود وأنواعها وتعرفنا أيضا إلى المد الطبيعي والذي سندرسه اعتبارا من هذا الدرس في دروس مد الحروف بالألف والألف ومد الحروف بالواو ومد الحروف باليا فهيا بنا لننطلق إلى أول درس من هذه الدروس ألا وهو درس مد الحروف بالألف نعم درس مد الحروف بالألف نرى هنا على يسار الشاشة هذا الجدول والذي يحوي الحروف ممدودة بالألف نقرأ الجدول كما تلاحظون في البداية هناك مقارنة بين الحرف المفتوح وبين الحرف الممدود فعلى المعلم قبل أن يبدأ بقراءة هذا الجدول وقبل أن يبدأ بهذا الدرس بالذات عليه أن يراجع لطلابه الحرف المفتوح أن يقرأ جدول الحرف المفتوح ثم ينتقل بهم إلى جدول الحرف الممدود بالألف لماذا حتى يتبين للطالب الفرق بين الحرف المفتوح يعني زمنا والحرف الممدود فالحرف المفتوح يستغرق زمن حركة واحدة أما الحرف الممدود بالألف فيستغرق زمن حركتين إذن عملية المقارنة هنا في هذه المرحلة تتم بشكل التالي نقرأ قبل درس مد الحروف بالألف نقرأ جدول الحروف مفتوحة ثم ننتقل إلى هذا الجدول ونقرأه حتى يستنتج الطالب الفرق بين الحالتين وفي المرحلة اللاحقة سنتعرف إلى طريقة أخرى للمقارنة وسنراها بعد قليل بإذن الله إذن نعود الآن إلى قراءة هذا الجدول همزة فتحة أ با فتحة ب تا فتحة ت ثا فتحة ث جيم فتحة ج حا فتحة ح الآن همزة فتحة ألف آ با فتحة ألف با تا فتحة ألف تا ثا فتحة ألف ثا جيم فتحة ألف جا ح فتح ألف ح خ فتح ألف خ خ فتح ألف خ دال فتح ألف دا ذال فتح ألف ذا را فتح ألف را زاي فتح ألف زا سين فتح ألف سا شين فتح ألف شا صاد فتح ألف صا ضاد فتح ألف ضا طا فتحة ألف طا ظا فتحة ألف ظا عين فتحة ألف عا غين فتحة ألف غا فا فتحة ألف فا قاف فتحة ألف قا كاف فتحة ألف كا لام فتحة ألف لا ميم فتحة ألف ما نون فتحة ألف نا ها فتحة ألف ها واو فتحة ألف وا يَا فَتْحَ أَلِفْ يَا إذن كانت هذه قراءة بطريقة التهجئة أو بطريقة التشكيل لجدول مد الحروف بالألف أيضا يقرأ هذا الجدول درجا وذكرنا ذلك سابقا فمثلا يقول أَبَا تَفَاجَ هكذا وأيضا يختبر المعلم طلابه بالدرج العشوائي بالطريقة التي يراها مناسبة ننتقل الآن معكم إلى الملاحظات المتعلقة بهذا الدرس إذن كما ذكرنا قبل قليل يعرف الطالب أن الحرف المتحرك يأخذ زمن حركة وأن حرف المد أيضا يأخذ زمن حركة أيضا فعندما يأتي حرف مفتوح وبعده ألف فكلاهما يستغرقان زمن حركتين وكذلك الحرف المكسور المتبوع بالياء المدية والحرف المضموم المتبوع بالواو المدية يعني مثلا عندنا في أول حرف في هذا الجدول همزة فتحة أ فهذه حركة واحدة لكن عندما أضيفت الألف وهي حرف مدي عندما أضيفت إلى الهمزة صار لدينا حركتان في الحالة الأولى نقول أ أما في الحالة الثانية فنقول أ في هذا الشكل وكذلك عندما نقول مثلا ب هذه حركة واحدة إذا جاءت الياء المدية بعدها فنقول بحركتان وكذلك بالنسبة للواو المضموم أو للحرف المضموم مثلا عندما نقول مثلا لو لو هكذا فإذا جاءت الواو المدية فنقول لو بحركتين فلينتبه المعلم الكريم إلى هذه الملاحظة أيضا ملاحظة أخرى تنبيه الطالب إلى أن الألف تكون عارية عن التشكيل يعني الآن عندما نضع الفتحة نضعها فوق الحرف نضعها مثلا فوق الدال هنا الدال فتح ألف ولا نضع حركة فوق الألف أبدا لأنها كما ذكرنا سابقا أكثر من مرة الألف تكون عارية عن التشكيل أيضا يجب الحذر من الخنخنة عند نطق حروف المد هذا الأمر سنعيده أكثر من مرة فبعض الطلاب من يخلط غنة مع صوت حرف المد فبدل أن يقول با يقول با با لاحظوا فاختلطت الغنة مع حرف المد هذا ما يسميه علماء التجويد بالخنخنة فيجب أن يكون صوت حرف المد صافيا تماما فبا با نا نا هكذا و إذن يعني الحرفان الوحيدان اللذان يحويان غنة هما حرف النون والميم فقط ولا غنة في غيرهما من الحروف فدائما يجب أن تكون حروف المد صافية خالية من الخنخنة يجب عدم قطع الصوت فجأة عند النطق بحروف المد كيف ذلك؟ كيف يحصل الخطأ هذا؟ بعض الطلاب من يقرأ بهذا الشكل مثلا يقول فا فتح ألف فا لاحظوا انقطع صوت الألف فجأة أو مثلا يقول لام فتح ألف لا في حين يجب أن يقول لام فتح ألف لا لا كما قال الإمام الجزري رحمه الله حروف مد للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي تنتهي يعني يتلاشى صوتها شيئا فشيئا فعندما يقطع صوت حرف المد فجأة تتولد لدينا همزة ساكنة في آخره مثلا عندما يقول ها فتح ألف ها يعني يجب أن يقول هكذا ها إذن قطع صوتها فجأة تصبح بهذا الشكل ها فتح ألف ها ها لاحظوا فإذن لننتبه إلى عدم قطع صوت الحرف فجأة صوت حرف المد ها فتح ألف ها وفتح ألف و بهذا الشكل والملاحظة الرابعة هنا الانتباه لدى القراءة إلى المد بمقدار حركتين مدا طبيعيا يعني حركتين فقط ولا نبالغ في إطالة صوت المد فلا نقول مثلا عين فتح ألف ها هكذا فهذا ليس بالمد الطبيعي إنما عين فتح ألف ها عا غا فا قا بهذا الشكل فالمقدار مهم جدا يعني لا إفراط ولا تفريط كذلك إذا تم قصر هذا المقدار في يعني يضعف حرف المد ويختفي تماما وتبقى لدينا الحركة وهذا أيضا لا يصح نعم الملاحظة التالية تقول الانتباه إلى الترقيق خاصة في حا عا و والانتباه إلى التفخيم في حروف الاستعلاء أقوى مراتب التفخيم تكون في هذا الدرس طبعا الانتباه إلى الترقيق خاصة هذا يعني خاص في وسطنا المحيط مثلا خاص بأهل الشام عندما يقولون حا عا و فبعضهم تأثرا باللهجة المحلية يقول مثلا حا عا و هكذا وهذا لا يصح فمن هنا جاءت هذه الملاحظة إذن حا عا و وأيضا الانتباه إلى التفخيم في حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قض فحروف الاستعلاء هذه هي مفخمة دائما ومعلوم أن التفخيم ليس بمرتبة واحدة فعندنا خمس مراتب للتفخيم أقوى هذه المراتب وأعلاها هو أن يأتي الحرف المفخم مفتوحا وبعده الألف كما في هذا الدرس فجميع الحروف هنا مفتوحة وبعدها الألف فنقول مثلا خا لاحظوا خا خا صا ضا طا ضا أيضا نقول غا قا بهذا الشكل فلننتبه إلى هذه المسألة أيضا ملاحظة أخرى تقول الحركة مقدمة على اسم الحرف في قراءة التشكيل كيف ذلك؟ نحن كما لاحظتم عندما قرأنا جدول مد الحروف بالألف قرأناه بهذه الطريقة قلنا با فتحة ألف فتقدمت الحركة على اسم الحرف عين فتحة ألف إذن با فتحة ألف با عين فتحة ألف عا لماذا هذه الملاحظة تقودنا إلى الحديث عن القاعدة المعتمدة للتهجئة في الرشيد ألا وهي تقول القاعدة نلفظ ونهجئ كما نقرأ نلفظ ونهجئ كما نقرأ كيف ذلك؟ عندنا المثال التالي قال أول شيء نقرأه في قراءتنا أول حرف نقرأه هو القاف المفتوحة ثم ننتقل إلى الألف وبعدها ننتقل إلى اللام المفتوحة هذا هو التسلسل فالجزء الرشيدي الذي بين أيدينا يعتمد على هذا المبدأ نلفظ ونهجئ كما نقرأ يعني نقول قاف فتحة ألف قا لم فتحة لا قال ما الدعي إلى طرح مثل هذا الموضوع في هذا الدرس؟ حقيقة كثرت المناقشات والتحليلات والتفصيلات عن الطريقة والكيفية التي تم اعتمادها في القراءة العربية السليمة فتجد مثلا بعض الناس من يقرأ بهذا الشكل يقول بدل أن يقول قاف فتحة ألف يقول قاف ألف فتحة وهذا مخالف للمبدأ الذي ذكرناه قبل قليل كيف مخالف؟ يعني نحن كما ذكرنا نقول القاف المفتوحة أولا نلفظها أولا ثم الألف ثم اللامة المفتوحة بالإضافة إلى أننا قلنا وذكرنا ذلك مرارا أن الألف لا تقبل الحركات فكيف نقول مثلا قاف ألف فتحة ألف فتحة فكيف تأتي الفتحة فوق الألف؟ فهذا أيضا لا يصح إذن نلفظ ونهجئ كما نقرأ ومن هنا تم استنباط جميع القواعد يعني كما نحن نقرأ نهجئ لأن الطالب سيتعلم التهجئ وبالتالي سيقرأ بالنهاية كما نقرأ نحن إذن نلفظ ونهجئ كما نقرأ وعلى العموم يعني نعود ونؤكد هذه القواعد الموضوعة للقراءة السليمة إنما هي في النهاية يعني اجتهادية وليست قرآنا يعني ربما يحصل يعني نقص هنا قصور هنا إنما هي في النهاية إخوة الكرام هي عبارة عن وسيلة لغاية هي وسيلة نستخدمها للحصول على طالب فصيح متقن لقراءة الحرف العربي فحببت التنويها إلى هذه المسألة لأنه يعني ربما يتبادر إلى أذهان البعض هذا السؤال نعم وصلنا إلى جدول مقارنة الحرف الممدود بالألف بالحرف المفتوح كما ذكرنا قبل قليل أن المقارنة تتم على مرحلتين الأولى قبل درس الحرف الممدود بالألف والثانية بعد درس الحرف الممدود بالألف ففي الحالة الأولى نقرأ فقط جدول الحرف المفتوح ثم نأتي إلى الحرف الممدود بالألف فنقرأ الجدول وبعده ندمج الجدولين معا كما ترون على الشاشة بهذا الشكل فجداول المقارنة مهمة إخوتي الكرام لأنها يعني تعطي للطالب فرصة للتمييز بين الدروس السابقة أو المعلومات السابقة التي مر عليها والمعلومات الحالية التي وصل إليها فهذا الجدول كما هو الحال مع جداول المقارنة في العموم نقرأه درجا فقط نقرأه درجا فقط كيف ذلك؟ نقول مثلا آ آ لاحظوا با با فالطالب عندما يسمع هذين الصوتين يميز بين الحرف الممدود بالألف والحرف المفتوح فقط فالحرف الممدود بالألف يستغرق حركتين وأما الحرف المفتوح فقط فيستغرق حركة واحدة مثلا نقول ضا ضا طا طا مثلا ها ها وا وا يا يا بهذا الشكل فجداول المقارنة مهمة جدا نأتي الآن إلى الأمثلة الواردة في هذا الدرس وقد اخترت لكم بعض الأمثلة أول هذه الأمثلة هو ذا قا نقرأ نقرأ ذال فتح ألف ذا قا فتح قا ذا قا ذا قا هنا لدينا ملاحظة إخوتي الكرام وهي تقول هذه الملاحظة أننا نعامل المقطع الصوتي الناتجة عن حرف المد مع الحركة معامله معاملة الحرف الواحد فعندنا مثلا ذا الفتحة فقط ذا الفتحة هذه حرف واحد عندما جاءت الألف صار لدينا مقطع واحد فأيضا سنعامله معاملة الحرف الواحد ما الغرض أو ما الدعي إلى هذا الكلام يعني عندما نقرأ هذا المثال لا نقول مثلا ذا الفتحة ألف ذا ذا فلا دعي لهذا الكلام لأنه عبارة عن حرف واحد وكما مر معنا في اللقاء السابق أو الذي قبله أن الحرف الأول من الكلمة نقرأه فقط تشكيلا فلا دعي لأن ندرجه مرة ثانية لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يسبقه وهذا المقطع الذي ينتج عن حرف المد مع الحركة أو مع الحرف الذي يسبقه هذا المقطع أيضا نعامله معاملة الحرف الواحد إذن نعود فنقرأ هذا المثال ذا الفتحة ألف ذا قاف فتحة ق ذاق ذاق مثال آخر زان زاي فتحة ألف زا نون فتحة زان زان أيضا صفا صاد فتحة صا صاد فتحة صا فا فتحة ألف فا صفا صفا طبعا الأولى السهم الأزرق كما ذكرنا يدل على أن الكلمة قد انتهت لانا لام فتحة ألف لا نون فتحة لانا 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 مثال آخر يدافع يدافع مثال آخر زادت أفراحنا زاي فتحة ألف زا أعيد زاي فتحة ألف زا دا الفتحة دا زاد تأسكون دت زادت وأذكركم بالسهم الذي استخدمناه هنا السهم الأزرق الفاتح هنا هذا يدل على أن هذا الحرف الذي هو التأ يقرأ مع ما سبقه إذن أعيد زاي فتحة ألف زا دا الفتحة دا زاد تأسكون دت زادت همزة فتحة أ فأسكون أف أف را فتحة ألف را أفرا حاء ضمح أفراح نون فتحة ألفنا أفراحنا زادت أفراحنا إن شاء الله تزيد أفراحنا نعم عندنا هذا المثال نقرأه ولكن لن نستخدم الأسهمة هذه المرة إنما سنستخدم الطريقة أو الكتابة بالطريقة العربية السليمة أو الكتابة بالقراءة العربية السليمة بهذا الشكل إذن عدنان يراجع درسه وسعاد تكتب فرضها إذن مع الكلمة الأولى عدنان عين فتحة درجا لا يوجد دال سكون عد عد نون فتحة ألفنا عدنا نون ضمن عدنان يراجع ياء ضمي را فتحة ألف را يراجع جيم كسرج يراجع عين ضمع يراجع إذن فقط للتذكير فهذا الجدول الأول هذا القسم الأول يشير إلى قراءة التشكيل التهجئة والقسم الثاني يشير إلى قراءة الدرج درسه دال فتحة دا رأس كون در در سين فتحة سا درسا هاء ضمه در در وسعاد وسعاد طبعا ربما لم نذكر هذه الملاحظة هذه الواو وسعاد هذه الواو العاطفة تعتبر جزءا من الكلمة التي تليها دائما عندنا قاعدة في القراءة السليمة أن ياء النداء والواو العاطفة تعتبر جزءا من الكلمة التي تليها وو فتحة و سين ضمسو وسو عين فتحة ألف عا وسعا دال ضمدو وسعادو تكتبو تاء فتحة كاف سكون تك تك تاء ضمتو تكتو باء ضمبو تكتبو فرضها فاء فتحة فا رأس كون فر فر ضاد فتحة ضا فرضا هاء فتحة ألف ها فرضها عدنان يراجع درسه وسعاد تكتب فرضها وآخر مثال فيه ملاحظة نشير إليها ونختم درسنا هذا إن شاء الله إذن عندنا المثال الأخير أو السطر الأخير من درس عدنان وسعاد فالمثال يقول هاذان ولدان مجتهدان فعندنا هنا ألف صغيرة أو ألف خنجرية سنقرأها كما هي الألف الكبيرة يعني فتعاملوا عملة حرف المدلاء فرقا بين الألف الصغيرة والألف الكبيرة وهذه الألف نراها بكثرة في كتاب الله تعالى وفي رسم المصحف الشريف فسنفرد لقاء أو عدة لقاءات لكيفية قراءة القرآن الكريم بالقراءة العربية السليمة حتى يعني ينتقل الطالب من هذا الجزء مباشرة إلى أن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى إذن هذه كما ذكرنا ألف صغيرة أو يقال لها أيضا ألف خنجرية في هذا المثال هاذاني نعم سنقرأ هذا المثال ها فتح ألف ها ذال فتح ألف ذا هاذا نون كسراني هاذاني واو فتح و لم فتح لا ولا دال فتح ألف دا ولا دا نون كسراني ولا داني مين ضمم جيم سكون مجة مجة تا فتحة مجة ها كسره مجته دال فتح ألف دا مجته دا نون كسراني مجته داني هاذاني ولا داني مجته داني بهذا نكون قد انتهينا من درس مد الحروف بالألف في اللقاء القادم إن شاء الله سنكمل معكم ما تبقى من دروس المد فسنتكلم عن درس مد الحروف بالياء وعن درس مد الحروف بالواو إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات والحمد لله رب العالمين